الشيخ صالح غلى بعض الناس في الأولياء الصالحين وتقربوا إليهم بالنذور والقربات خطر ذلك على عقيدة المسلم وفضيلة الشيخ لا شك أن الغلو في الصالحين والغلو في العلماء أنها لا يجر إلى الشرك فالغلو الله جل وعلا نهى عنه في قوله سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح رسول الله لأنهم غلوا في المسيح وقالوا هو ابن الله أو هو الله وثالث ثلاثة يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عبد الله وروح منه فالله جل وعلا أنكر عليهم غلو لحق المسيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو والغلو في الشخص هو رفعه فوق منزلته اللائقة به وادعى أن له شيئا من تصرفات في الربوبية أو في العطاء والمنع أو غير ذلك من ذلك الغلو في أصحاب القبور حتى عبدوها من دون الله قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذا فيه أن من عبد مخلوقا من دون الله واعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله فقد اتخذه إلها واتخذه ربا شريكا لله سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر